أهلا بحضراتكم ست وفية لها سؤالين أو السؤال بتقول إنها بتصوم دايما الاتنين والخميس هي بتاخد مجموعة من العلاجات الطبيب مش منعها من الصيام لكن زوجها وهي بتصوم نفلة مش بتصوم مش بتقوم بقضاء دين عليها سابق ولكن الزوج بيمنعها من الصيام عشان هو خايف عليها طبعا الأمر بيخضع لو في مسألة الصيام إن أنا ما صومش أو أصوم المبدأ يعني بيخضع ليه الطبيب فإن أدنى الطبيب لحضرتك بالصيام وما كانش أصلا هو منعك مش أقول لك لا خطر عليكي أو غلط إنك تصومي ففي الحالة دي مخلفة الطبيب في هذا العمر إن الإنسان ساعتها بيلقي بنفسه إلى التهلك أما بالنسبة لمسألة إذن الزوج فطبعا إذن الزوج في مطلق النفل مطلوب يعني إيه مطلق النفل؟ يعني اللي أنا بتطوع به في الصيام أنا بقى متعودة أصوم الثنين وخميس والثلاثة القمرية فده النفل اللي أنا بصومه ده لابد أن يأذن فيه الزوج لزوجتي طيب في الحالة بتاعت حضرتك الزوج الكريم هو خايف عليكي هو خايف عليكي من لأنك تخدي أدوية وكده فلابد يعني هو مش بيمنعك لأجل حقه عليكي ولكن بيمنعك عشان هو قلق إنك بتاخدي أدوية خايف من كتر الصيام عليكي فتوصالي إيه؟ تقولي له يعني تفاهمين أن أنت الصيام مش بيتعبك طالما إن الطبيب مش منعك وربنا يبارك فيه بالنسبة ليه زوجك إنه بينزل القهوة وبيشرب بقى المدخنات والحاجات دي فأنتي مش عايزة يشرب عشان صحته دايما نقول للمرأة لما بتكون عايزة حاجة من زوجها فيه حاجات بتيجي بالطلب المباشر فيه حاجات بتيجي بالحيلة والحكمة والرفق ودايما أكون أنا خايفة على الزوج مش عشان خايفة عليه مثلا تبقى أنا صعبة في طريقة التعامل أو طريقة النصيحة أو أكون كده يعني بتكلم من باب أن أنا بدي تعليمات لا أنا بتكلم معا من باب أن أنا خايفة عليه حريصة عليه مش عايزة المدخنات اللي بياخدها دي تؤثر على صحتي فأقول له أنا خايفة عليك وممكن ألهيب حاجة تانية بأي التصرف بحيث أنه ما ينزلش بشكل منتظم ويشرب المدخنات دي اللي هي أكيد بلا شك حضرتك معاك حق إنها يعني سبف أذية الإنسان نسأل الله أن يعافيه منها ويدعيله أن ربنا يكره فيها ويباعد بينه وبين الزنوب والخطايا كما بعد بين المشرق والمغرب جميع الزنوب والخطايا سواء كانت الزنوب دي صغيرة أو كانت هذه الزنوب كبيرة دائما كده نرجو من الكريم أن يتغمدنا بواسع لطفه ورحمته فنسلك الطيبات ونبعد أنفسنا عن الشرور والأثام اللهم أمين